لما بتغيب الإنسانية وبتنعدم الأخلاق ممكن الإنسان يتحول لذئب بشري حقيقي ممكن يعمل أي شيء بغرض مصالحه الشخصية حتى لو كان على حساب مشاعر وحياة إنسان تاني مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو قصة جديدة بفيديو اليوم رح نحكي عن واحدة من أسوأ وأبشع الأشياء يلي صارت بالقرون الوسطى واللي لحد اليوم عم يتم ممارستها بس بصور مختلفة اليوم رح نحكي عن عرض أو سيرك المسوخ أو يلي كانوا يسموه الفريق شوز بس قبل ما نبلش بفيديو اليوم بدياكم إذا ما لكم مشتركين بالقناة لهلأ تنزلوا وتشتركوا بالقناة وأكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم بمنتصف القرن ال16 كان معروف عن عرض المسوخ أو سيرك المسوخ على إنه هو عرض ترفيهي أي حدا هو وعيلته حابب إنه يغير جو ويرفه عن نفسه بياخد عيلته وبيروحوا على سيرك المسوخ سيرك المسوخ كان عبارة عن أنه بياخدوا الأشخاص يلي مختلفة أشكالهم أو عندهم خلينا نقول ميزة بتميزهم عن باقي الناس بوقتها كانوا ياخدوا هدون الأشخاص إما غصب عنهم أو بيرضاتهم وحطوهم بالسيرك هادي والناس كانت تجي من كل مكان لحتى ترفيه عن نفسه وتضحك على هدون الناس بالبداية كانت هاي العروض ما للعامة الشعب كانت مخصصة بس للأمراء يعني الأمراء لما كانوا بدون يغيروا جو كانوا يجيبوا الأشخاص يلي مختلفة عننا ويجيبوهم لحتى يتضحكوا عليهم ويتسلوا فيهم الموضوع مع الأسف اتطور مع الزمن وصارت هاي العروض أو هذا السيرك ما له مخصص بس للأمراء صار لعامة الناس تعرفوا الغريب إنه بهذاك الزمن كان نوعا ما الواقع بسيط كانت الناس أبسط فبتحسوا إنه يفترض إنه كان فيه إنسانية أكتر بس الغريب إنه لا يعني كان الوضع كارثي أيام زمان يعني كيف في حدا بيقدر يجيب حدا ويتمسخر على شكله هيك بوجهه يعني إنه مو بس مثل هلأ مثلا نعمل كومنتات لأشخاص ونحنا مو باينين من نحنا أصلا ممكن يكون لحساب وهمي لا أيام زمان كانوا يعدوا يتضحكوا على هذا الحدا جنبه وش لوش مثل ما خبرتكم بعض المسوخي اللي كانوا يجيبوهم على السيرك بعضهم يكون جاي بريضاته وبعضهم غصبا عنه هلأ حتى الناس اللي جاي بريضاتها فعليا هي جاي غصبا عنها لأنه ما عندها حال تاني لأنه ببساطة كان المجتمع يطلع عليهم بنظرة دونية كانوا ما يخلوهم يشتغلوا أي شغل ففعليا لحتى يقدروا يعيشوا ما عندهم خيار غير أنه يروحوا على هذا السيرك ويجيبوا ما ليخليهم يقدروا يعيشوا رح نحكي بفيديو اليوم على بعض الأشخاص يلي اشتغلوا بهذا السيرك ونتعرف على قصصهم أول شخص رح نحكي عنه اليوم جوزيف ميريك يلي كان معروف بالرجل الفيل جوزيف كان من أشهر المسوخ قوي يلي هنم بيقولوا عنهم مسوخ بالسيرك بهذاك الوقت جوزيف انولد بسنة الـ 1862 أمه لجوزيف كانت تعتبر أنه جوزيف هو بمثابة هدية من رب العالمين لإلها لحتى يعوضها عن حياتها السيئة يلي كانت عايشتها مع زوجها جوزها كان مدمن كان شخص عصبي جدا وكان تعامله معها جدا سيئ لما إجا جوزيف على الدنيا كان وضعه طبيعي مثله مثل أي طفل تاني بس لما صار عمره سنتين بلشت تصير معه شغلات غريبة لما أمه أخذته على الطباء لحتى تعرف شوية اللي عم يصير معه اكتشفوا الأطباء أنه عنده متلازمة جدا جدا نادرة واللي هي متلازمة بروتيس أو ما بعفز عم بلفظها صح المتلازمة هاي كانت عبارة عن أنه نصف جسم هاد الشخص بيبلش يتضخم وهاد الشي ما بس بيأثر على شكله وإنما بيأثر على طريقة حكيه بيأثر على أكله وبيأثر كمان على قعدته وأمته لأنه كمان هاي المتلازمة بتأثر على عموده الفقري لما كان جوزف صغير توفت أمه وهذا الشي أثر جدا جدا عليه نفسيا لأنه أمه كانت بتمثل لإله الداعم كان الكل يتنمر عليه ولما يروح يشكي لأمه ويحس أنه هي داعم وسند حقيقي لإله ولما توفت أمه صار الكل يتنمر عليه ومعد عنده مكان يلجأ لإله حتى أبوه تزوج واحدة من بعد وفاة أمه وزوجة أبوه كانت تتنمر عليه بشكل دائم ومو بس كانت تتنمر عليه حتى وصل فيها أنه طردته من البيت لهيك نجبر جوزف أنه يقعد بمكان للمشردين بس معاملتهم السيئة كانت أسوأ حتى من معاملة زوجة أبوه لإله لهيك قرر بسبب معاملتهم السيئة أنه يروح ويشتغل بالسرك هاد مرض جوزف كان بيمنعه من أنه يتمدد أو ينام على ظهره ولو صار هاد الشي بيوم من الأيام رح يختنق ويموت فوراً فيلي صار أنه بيوم من الأيام وقبل عارض جوزف بالسرك بلش يحسوا الناس أنه تأخر عن موعده وهذا الشي على غير عادة جوزف بالعادة بيكون كتير ملتزم بموعده وأوقاته فلما دخلوا على غرفته لقوم تمدد على ظهره وفاقد الحياة وليومنا هاد ما حدا بيعرف إذا جوزف هو تقصد أنه ينام أو يتمدد على ظهره ولا صار هيك عن طريق الخطأ وهو نايم جوزف من كتر الوحدة يلي كان عايش فيها بمرة قال أنه بيتمنى يقابل فتاة عمياء بتشوف الجمال الداخلي يلي جواته وما بتشوف شكله الخارجي الشخص الثاني يلي رح نحكي عنه تشارلز شيروود تشارلز كان لقبه بجنرال عقلة الأصبع نولد بسنة 1838 وكان مثله مثل أي طفل عادي لحد ما وصل لعمر الست شهور بعمر الست شهور بلش يوقف نموه تماما وخلال حياته كله ما زاد طوله عن ال86 سنتيمتر طفولته كانت طفولة سيئة لأنه كان ما عنده أصدقاء نهائيا وهذه الشي يعمله مشاكل نفسية جدا كبيرة لهيك هو يلي أخذ القرار بأنه يروح على السرك كان حاسس أنه هونيك رح يقابل ناس مثله رح يقابل ناس كمان عم تعاني من التنمر ومن الأشياء اللي هو عم يعاني فيها وممكن هونيك أنه يقدر يكون صداقات وفعلا هونيك مو بس كون صداقات كمان اتعرف على فتاة اتزوجه وياها وشوي شوي صار شارلز غني جدا من كتر ما صار معه مصاري صار يقابل كبار رجال الأعمال حتى أنه الرئيس استقبله ببيته وحفل زفافه كان حديث العالم بهديك الفترة توفي بعمر الخمسة واربعين سنة بسكتة دماغية وبهذاك الوقت حضر جناسته أكتر من عشرين ألف شخص الشخص يلي بعده اللي رح نحكي عنه اسمه شليدزي شليدزي ولد بسنة 1901 وكان يلقب بي رأس الدبوس شليدزي كان عنده اضطراب بالنمو وهذا الشي خلي يصير عنده مشاكل بحجم الجمجمة وكان طوله 122 سنتي وحتى قدراته العقلية كانت محدودة جدا وكان لما بده يركب جملة ما يقدر يحكي بشكل كامل كان يحكي مثل الأطفال كان يتم استغلاله بالمسلسلات والأفلام وكانوا يلبسوه لبس بنات حتى انه استخدموه بفيلم ممنوع من العرض اسمه فريكس الفيلم هادن منع من العرض لأنه كان عم يستهزئ بأشكال الناس اللي كانت موجودة بالفيلم الشخصية اللي بعدها اللي رح نحكي عنها اسمها إلا هاربر واللي كانت تلقب بفتاة الجمل إلا نولدت بسنة 1870 إلا كان معها مرض نادر بالعظم بيخلي ركبها تنتني لورا بسنة 1888 بلشت إلا تشتغل بالسرك وبعدها صارت مشهورة لدرجة أنه صارت الوجه الإعلاني للسرك وبعد أربع سنين قررت أنه تترك الشغل بالسرك نهائيا وقررت أنه تروح وتتجه لحلمها بالدراسة كان عندها حلم بأنه تنهي دراستها وتتوظف بمكان بيقدر جهدها وبيتعامل معها على أنه إنسان طبيعي بسنة 1905 تعرفت إلا على شخص وتزوجته ومن بعدها أنجبت إلا طفلة الأول وتوفى بعد أشهر قليلة فقررت بوقتها أنه تتبنى طفلة ومع الأسف حتى هي الطفلة يلي تبنتها توفت بعد فترة قصيرة وبسنة 1929 توفت إلا بمرض سرطان القولون آخر شخصية رح نحكي عنها لليوم واللي هي ميني والسي يلي كان لقبها كوكو ذا بيرد أو كوكو طائر ميني كانت من موليد 1880 كان عندها نفس المتلازمة الموجودة عند شليدزي واللي كانت مأسرة على النمو عندها كان فكها راجع لورا وشكله غريب كانت عيونها كبار ونظرها ضعيف وكان أنفها كبير وكانت صلعة وكان في عندها ضعف بالقدرات العقلية بشكل خفيف ميني لما كانت طفلة كانت عايشة بملجأ بسبب أنه كانت يتيمة بس بعدين إجا شخص وتبناها بس هذا الشخص ما تبناها لسواد عيونها هذا الشخص تبناها لحتى يخليها تشتغل بالسيرك ويستفيد منها ميني قضت كل حياتها بالسيرك وبالآخر توفت بحادث سيارة مؤلم وبس لهوم نكون خلصنا فيديو اليوم بتمنى أنه يكون عجبكم إذا عجبكم الفيديو أكيد ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة إذا الهلأ مالكم مشتركين وبس بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي